920 ألف طن من القمح اشترتها الجزائر في ظرف شهر فبعد شراء الجزائر نحو 680 ألف طن في 12 مارس الماضي قال تجار الأوروبيون في تقديرات مبدئية أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى نحو 140 ألف طن من القمح الليّن في مناقصة عالمية أغلقت عشية أمس وأضف المصدر بأن التقديرات الأولية حددت الأسعار المدفوعة ما بين 142 دولار و243 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن كما ستعلن أرقام تفصيلية في وقت لاحق وأشرت وكالة ريترز أن القمح مطلوب للشحن في فترتين من الدولة الرئيسية الموردة من الأول إلى غاية 15 جوان ومن 16 حتى 31 من نفس الشهر رقم كبير لاقتناء قمح خلال شهر مارس في ظل ارتفاع الطلب المحلي وعودة ظاهرة المضاربة والاحتكار خاصة مع انتشار وباء كورونا وإقرار إجراءات الحجر المنزلي وفرض حظر التجول لمجابهة هذا الوباء